السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم حبيبي ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير لو اول مرة تشوفوا قناتي اهلا بكم النهاردة هنعمل مع بعض صنية البسلة بالفراخ بالشكل الجميل بتاعها دوه بمقادير سهلة وموجودة عندك في البيت هنبتدي اول حاجة معانا ووق كبيرة كده على النار او طاسة كبيرة هضيف لها معلقتين سمن وهسخنهم كويس هنزل بالفراخ كده ناحية الجلد الفراخ غسله ومصفيها كويس من المياه هدى صدمة للفراخ من الناحيتين هتاخد حوالي دقيقة من الناحية دي وديقة من الناحية دي على نار عالية بعد مدت صدمة للفراخ كده هضيف التوابل بتاعتي معلقة ملح كبيرة معلقة فلفل اسود معلقة نص معلقة سكر نص معلقة كسبرة نص جنزبيل ربع معلقة صغيرة قرفة حبهان ورق لوري هنزل بالتوابل بتاعتي كده كلها على الفراخ نقلب الفراخ كده علشان تاخد من التوابل كلها النار هنا عندك تكون عالية علشان الفراخ ما تنزلش اي مية قلبت الفراخ بكده هنزل ببصلية كبيرة مفرومة وقرن فلفل متقطع صغير سوزحها بالشكل ده الوصفة دي خفيفة موفهاش صلصة سريعة او يعني بتكون سهلة خلص في وقبة الغداء قلب الفراخ كده بتاعتي مع البصل اول ما البصل بيتبل بنزل بالبسلة اضيف البصلة طبعا كمية الخضار حسب ما انت عايزة هنسيب البصلة كده تسخن مع الفراخ وهقلبها تقليبة وهديها فص طوم فص طوم طبعا بيغير من طعم البسلة خالص اقلب كده الفراخ مع البسلة طبعا التقليب ده ومتشرب السويل بتاعتها ده كله بيساعد على تسوية الفراخ والبصل طبعا نزل ميته والبسلة كلهم كده بيتشربوا مع بعض اضيف بطاطسايا نقطعها مكعبات صغيرة بالشكل اللي انتو شايفينه ده هقلبها تقليبة كده واحاول اقلب الخضار مع الفراخ بالراحة الابضع الابضع وهدف كباية مياه مغلية انا هدف هنا كباية ونص عشان الفراخ عند بعض ما فعلازم تستوى كويس هدف كباية ونص مياه مغلية وهسيبها على عين البوتاجاز كده هزبط الملح بتاعي وهسيبها كده على عين البوتاجاز تغلي غلوتين على نار عالية لحد ما تتشرب السوية اللي فيها دي حوالي نوصها كده يتشرب وفي المرحلة دي بنزبط الملح هغطيه واسيبها كده حوالي خمس زيادة على نار عالية كده الفراخ بتاعتي والبسلة والخضار استوى هنزل فيهم بالصانية هدخلهم في صانية تدخل الفرن بالشكل ده وهديهم رشة فلفل اسود على الوش وهدخلهم الفرن هياخد حوالي ربع ساعة في الفرن كده على نار عالية وبعدها حوالي خمس دايق تحت الشواية هنشوف شكل الصانية بعد ما تطلع من الفرن ده شكل الصانية تلعت من الفرن اخدت ربع ساعة وخمس دايق كده تحت الشواية من السواية اللي نزلة منها دي هدهن الوش بتاعها كده هددها تلميعة بالشكل اللي انتو شايفينه ده وكده صنية الفراخ بتاعتنا بالبسلة خلصت وصفة سهلة وبسيطة هزيينها كده بفلفل احمر ارني فلفل احمر بالشكل ده ويا رب اكون فتكم باي معلوم وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته